اشتركوا في القناة 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 اجسادنا كانت تكتر عد بفضل البرد والخوف والرائب جمعوا علينا كاملين في دقة واحدة وهذا يدوز واحد الوقت وبدينا كان نسمعوا الصوت ديال تتخرشيش بحل بحل يلا تقول شي طوبة تحاول تحفر في شي باب ولا شي حاجة في حال ماهك شي حاجة تخبش في الباب ديال القبر من بره حسن هو اللي غينطقه يقول نا واش سمعت هذا الشي اللي كان نسمع هذا الدراري بسم الله الرحمن الرحيم اشن هو واقع بره جاوبوا ياسير وقلوا اش كينا حسن شتكنت اللي مخلو عدابة اكون راجل اصصاد واتكون هذيك هاشي قطة ولا شي كلب انا غلاغيهم بشو جو غنقول لهم اصافي سكتونا صاحبين توما ديرين بحال الضريرات اتشي اللي سمعتو دابارة يقدر ما يكونش شي قط ولا كلب كيف قلتو قدر تكون روحت اشي حد ولا شي جن ولا ما تعرف دابارك جيتي للعالم الخاص بيهم هنا هالخوت انا كنت باغي غير نرعبهم شوية زيزليا نشد في ابن هذا ولكن غير سالي تقدرتي سكت بديت كنسمع بحال بحال يلا شي حد كيضحك شي حد كيضحك ولكن من بعيد المشكيليات الدحكة دي كانت باحد الصوت اللي مرعب واحد الدحكة جدبوها لكلب كاتبورشك هنا هان اكتيفي ولمود دي الخوف رجلة طلعنا من القبر ديريكت وضربناها بالتعالق ولكن من اللي كان جريو في الروضة درنا نشوفو اللور لقينا جيوج دي الكلاب والقطوط كحلين تابعيننا داك شي كتير ما يتعد ما يتحصى الكلاب نقدرون قولوه ممكن يعني ممكن يتبعوك ولكن القطوة علش تابعنا علا القطوط طاوما كيتبعوه بنادم خرجنا من ديك المقبرة الخوت غيب ما شقات النفس ضربناها بجريا حتى للسيكتور من اللي وصلنا ما هضرناش مع بعضياتنا كل واحد مش هالدارهم صراحة الشي اللي عشناه اليوم طيير علينا نعاس وما خلاناش نغمض كنت انا بعدها اين فوا كان بغي نحت راسي كان بدا نسمع داك الصوت ديال داك التحك اللي كنتش سمعتوه في القبر والصوت ديال داك تخربيش اللي كنا سمعناه بحالي لا شي حد كان كيخربش في الباب ديال داك القبر شي حد بغي يدخل علينا والله الخوتي لا تشيلي كنعود ليكم الى كان كيخلع ويرعب بدت كتدوز اليام وبدينك نسوا هاتش انا بعدها شي تلتي ايام ما كنتش كنشوف الناس ولكن من اللي داست سيمانا رجعت نحياتنا طبيعية ولكن هنا غادي يصلنا الخبر ديال ياسير ياسير كان مريض بزاف وشد الفراش مشي تعد حسن وقدت له يلا نشوفه صاحبنا وفعلا مشي نعده للدار بلي حلات لنا الوالدة ديالو شافتنا وبدت كاتب كيمسكينو قلت لنا دخل اولادي دخلو ما عارفت شانا والدي ياسير شنو وقع له قلت لها مالو اخالتي شنو وقع له قلت لي لا والدي ما عارفت بحالي لا مصدوم قلت لي لا يتطقيها حشاكو وما حامل شي يقلس معانا كان جين قلس معا كي دور فيا كي قول لي خرج عليا وصد علي بيتي قلت لها وشد الشي وقع له غير مؤخارا نخالتي ولا شنو قلت لها والدي را غير فاد السيمانات قريبا لا والدي يوسف لها مخلوع عالي كان جين خدم لي القرآن كي يشدك الشي اللي خدم في القرآن كي هرسو وكي يجري عليا من اللي بيته وكي يستعليه بيته قلت لي ولا شخصية أخرى من غير شخصيته قلت لي ياسير كان القرآن ديما كي يسمع له علاش دابا مبقاش كي يحمله فعد اللحظة بالطبط غادي نضرب علاه حسان شفت فيه وشاف فيه حسان باينا فيه بللي طحت في باله نفس الفكرة اللي طحت في بالي أنا ذهبا فكرة اللي طحت هلين أنا بجوج هي أنه يقدر يكون ياسير وقعلوش يمس في ديك الليلة فاش دخلنا لذاك القبر في المقبار وبين هذا غير العقاب ديال ربي لنا وراه بذب ياسير دخلنا عد صاحبنا ياسير لبيتو ولكن هنا غنشوفوا واحد ياسير آخر مش هذا هو ياسير عشيرنا قينا واحد قلس على السرير ديالو ولكن بحالي لا كبر كبر في سيمانو كيبان فلوكور ديالو بحالي لعد دور بعين سنق عينيهم اللي تحت زرقين بدينا كان ندرول لاغيه ولكن ما كي يجوبنا شي هنا سارح ومعرفش فين عايش كاه تشوف ديالو كي يشوفوه لكن بحالي لا كي يشوف شي بلاصة احنا ما كنشوفوها شي صراحة الدكور بقى فيه بساف الشي اللي غادي خلينين نقول موتي ياسير احنا خالتي غاديين مره مره وغنجي ونشوفوه ونزلنا ديريكت انا وحسان طريق حسان بدك يقول لي اخويا يوسف انا راه خايف لا تخايف خصوصا من اللي شفت الذكر لي ولا فيه ياسير انا كان حس بلي هاد الشي وقعلو بسباب ديك الليلة المشؤومة اللي مشينا فيها المقابر لاغيتو وقتله ورحت انا بحالك كان حسيت بلي ياسير وقعلو هاد الشي بسباب ديك الليلة ولكن ش بليك في حالتو اكي بلي بحالي لا صابوش يمس وانتا راكش تي ياسير كيف كان هو اللي كان كي يهضر فينا وفيه البلا بلا بالزاب وشو دابا كيف ولات حالتو قردت علي وقال لي ويا يا اخويا يوسف صراحة ما نكدبش عليك والله يتانا خايف الواحد درجة ما كتصورش عندك هاد الشي كن بده بياسير وغيكمل بينا انا بعد دار هاد السيمانة كاملة ما كن ناس شاي راقي كان حتراسي علم خده كان بده نسمع في ذاك التخربيش وذاك الغوات وذاك الضحك وقاعد الى الداني النعاس كان بده نحلم شي حلوم ما فيه ما يتلبق ذوك الكلاب اللي يجروا ورانا ذيك النار وما وذوك القطوط هادوك ديما تابعيني وقت ما داني النعاس كي بدهوا معايا في الماراتون بعد المرات كان حلم باللي راني في نفس المقبارة كان جري باش نحاول نخرج ولكن ما كان لقى شاي الباب كان حلم بحالي لاشي حاجة كتكون كتق الطالية في الحمي اخويا يوسف انا را واللي تخايف ومرعوب والله ما بقيت كنشوف الناس رضيت علو بقلق وقتلوه وانتا بعد اراكا تشوف هادشي مش بديش انا كل مرة كتديني النومة كان بده نحلم براسي مكفن وماشي غير هادش كان حلم بالدود كي يكون لي فلو كورديالي وانا في قبر اغي الله يستر اخويا وصافي بدتك اتدزل يا مالخوط بدناك ان نساو نسينا الموضوع ديال ياسر اللي زرناها جوج مرات من بعد وولاك يتحسن وولاك يتحسن وولاك يخرج معانا عودتاني ما كانت شرجع على طبيعته مية في المية ولكن على الاقل اللي راه تجاوز ديك المرحلة اللي خائبة وولاك يتحسن مش هادك ياسر اللي كانت في قوت البلابلا حلمرة كنا مريح هنا نويه وحسن في قهوة وينطق حسن قال ياسر خويا مالك ماشي تكغي ساكت وماشي من عوايدك ماشي كينا شي حاجة مضيرون جيك ردي ياسير وقال له عبد ديما ساكت موالو راني فرحان من اللي مريح معكم دابا غير الموضوع وما فيه هو ان دماغي ولا مشغول ديما ولا ديما كيفكر كان يشي حويش بغيت نديرهم داك الشي لاش ديما شارد ولكن تقو بي اخو تيراني فرحان دابا حيت مريح معاكو هنا غنقول له غير عود لنا ابا ياسير قولنا مالك شنوبك اي لما انفعناك ما انضروك اي اخوي اخوي بيد اخوي هنا غادي يتقص بياسير فجأة غيبدا ينتقو وهو مأصب قلنا اش انتم امراضوا ولا مالكن اش كاين راكت لكم ابناد مراني مزيان وش مكاد فهمو شاي لاش ما بغيش تطيقو بللي راني مزيان شنو غاندير باش تطيقو واش النوض نبدا نجري في الشانطي ولا شنو هاد الشي فات القياس فالطار يسولوني مالك نجيت نريح معاكم انتم ما تسولوني مالك انا اللي عارفو حاس براسي انا دابرا كنقول لكم راني مزيان جاوبو حاسن قلو اصافي صافي غبرد برد احنا غاكن سولوك حيت خايفين عليك بدت كدوز لي يا مخوتي بعد النار غانسمعو باللي ياسير سافر والمشكل هو على غير عادته حيتاش كان ديما كي علمنا إلا غادي يسافر ولا غايمشي لشي قند بقي كان عقل على هاد السفر هي هاد اللي غاتبت لي ياسير بالساف فالوقت اللي كان ياسير مسافر فيه انا وحسن كملنا ديك الرحلة ديال التجارب المرعيبة اللي كنا كان موتوا عليها كانت اول تجاربه غانديروها من بعد ديك الليلة المشؤومة دي المقبارة هي اننا حاولنا نحضره واحد الجن قرينا شي تخربايق قال لك شي طلاصم ديال تحضير الارواح كنت قال اسمعاه هاسان وبدك يهضر كي يقول اسمعاه يوسف هذا الكتاب هذا اللي جبت معايا راه في شي طلاصم خاطير وانا قريناهم راه غا نحضره ذوك الارواح قلت له خوفين لقيتي هذا الكتاب هذا قال لي يرى شريته من الجوطية قلت له قلت له شريته من الجوطية وبغي تحضر الارواح حتى نوضلين على الروحان يتعبوك هنا قال لي الله يهديك والله العظيم الى هاتشي لي قال لي يا ذاك اللي باعولي قال لي يرى إلا مشي تحتقري ديش طلاصم هنا غادي تحل واحد البواب بلدك المالك ديال الجن السفلي قلت له والله يا اخوي الله ومن احنا الى المالك احنا بغينا هاشي يجنينا صاحبي اللي يخرجي لابعانا يقصر معانا شوي ويمشي فحاله اش بغينا بالمالك قال لي حسان واخا مهم احنا يا غا نجربه قولي لي هاليا خرج المالك خرجات المالكة خرج شي ولدهم اللي خرج مرحبابي ويقدر ما يخرج والورا نعم باش عرفنا هاتشي رابص قلت له واخا سي ديزيد نجربه ومن اللي بغينا نديرها تجربه ديك النا بغينا نمشي والشي قنت يكون بعيد على ديورنا انا في دارنا كانت عدنا واحد البيت فوق السطح ما كيوصلها حتى واحد واحد البيت بحالي لا تقول البيت صابو غير انا اللي حط فيها اقجاقلي حط فيها واحد البيكالاو وشي تخربعق سعروا ديك البيت كيكون عديدي ما انا حضرنا قاعد ذوك الادوات اللي طالبين لنا في ذاك الكتاب شموع وشي حجر وشي تخربعق بحالاك طلعنا لديك البيت وستينا علينا انا وجدنا ذاك تخربعق كامل حسنا نحل الكتاب وحطه وهذا الكتاب هذا رام شهور ما كيل لاش نتكر اسميه بدينك نديرو في ذوك الخطوات اللي مطلوبين شعلنا ذاك شمع وش دينا في الدين بعضياتنا بدينك نرتبو ذاك الكاليمات وذاك الاحداث اللي غادي يقاو بدينك نعودو ذاك الجملات قريبا شي ثلاثين مرة وحد اللحظة غادي توقع واحد الحاجة اللي كانت تغريبة البولا اللي كنا شاعلين تفاط تفاط لمدة شي جوز دواني تقريبا هين اسكتنا وبدينك نشوفو في بعضياتنا عودتان يتفاط ذاك البولا وعودتان يشعلات ولكن اللي كي يتفاطو ويرجع موقع حتى هذا الجلزة مع شي حاجة تبتلات في البيت هنه غا يقول لي حسان وبعد اراه موقع حتى شي حاجة قلت له وراه يقدر غادي تقطع حساب ليك زي ما عد شي اللي قرينا عدو علاقة باد شي بش كون قلليك بعد اراه باللي هاد الكتاب اللي باعلي كادخون عراه الاصلي ما زال كان هدرا الخوت ويتبال لي شي حاجة في الارض من جمال لي كنا تراصيناها بدوك الحجيرات الصغار مبقاتش مرسومة وتمسحات صراحة هنه بديت كان شوف حسان قلت واقي لا حيتاش بغا يخلعني وملي تقطع الضول مرات تانية حيد دوك الحجيرات ومسح ديك النجمة الصراحة مرضيتش نبيين رانين تخلعت لك شي علاش تمرت وما قلت لهوال وحتى هاجة موقعات من غير هادشي شي اللي غاي خلينا نجمع ديك الروينا اللي درنا وتفرقنا ليا بدتك تدوز وبدتك توقع معي عود تاني شي حويج غريبة كنتوقت ما جيت نتكى في بيتي وخا كانت المشتا كان الجو بارد برا ولكن بيتي كان تكون سخونة ما عارتش علاش كان حيد حويجي وكان بقانت تقلب ودرجة ان لوكور ديالي بدو كيبانو في شي بوقع حمرا قضيات شحرة تعدى فهد البيت شي اللي غاي خليني نقول الوالد واحد منهار الوالدها مجبت لياش كليمة بتاكيد حاك الوالدي حساب لي بلغي شاد فيه قال لي واش كيناش كليمة فشهر جوج قلت لي ويا الوالد رال بيتعدي سخون بزار قال لي العجب احنا را كانت تغطاو بثلاثة ضلمانطات بذاتك تدوز اليام ووليتم برصدو واحد منهار مسكين جامل الخدمة وجايب معاه كليمة ركبنا هوا لكن مقضة طوالو مع ذاك الحر واحد منهار جا عدي صاحبي حاسان وبدين اكنا دروعنا وياه هو يقول لي الله اخويا يوسفلت تقهر تانا بالصد قلت لي ويلي واش حتى انتا قال لي اه صاحبي را ضرعتنا كل بارضا الا بيتيا نشعل فيها العافية هانتا شوف شوف لو كور ديالي شنو بان فيه بلي هزي تيشورت ديالو بلي فكر شو ذو كنقاطي اللي بانو فيه يا حمرين هنالخوط غادي نطرعب شي اللي خلاني نقول لتا انا ورا نفس الموضوع كيوقع لي هانتا شوف هزي التيشورت وشاف حتى واذاك شي اللي متراسلية في لو كور ديالي هنالخوط غادي حتى بغاو يخرجوا من بلاسطون قال لي يعني هاد الشي اللي كيوقعك يوقع لينا بزوجانا وياك شنو زي ما يكون ذاك الشي اللي قرينا في ذاك الكتاب عدوا علاقة باد الشي اكماش يجن حضرناه هو اللي بدك يدير ليناء هاد المساوس قلت له اش عنقول لك اخو يا حسان والله يمعرفت بغيت نبرد على راسي وقتل له قدر يكون هاد البقيعات الحمراء اللي خرجونينا في اجسادنا غير بفعل ذاك الحرارة قال لي وخه والحرارة منين كتجي وما يمكن شا صاحبيرا بطار كتكون كلها مقلاسية إلا بيوتنا هنا تفارقنا هذا النهار وبديتك نحاول نساج بديتك نحاول نتأقلم ونتعيش معه بدتك تدوز ليام واد الشي بدت تتكلمه شوية حتى دوك البقيعات اللي بانوا ليناء في اجسادنا ولاو كيتم حاول ولكن احنا كنا ما كان حشموش اي كنا ما كان خافوش او اللي تقدر تقول كنا كان خافوه وما كان حشموش فهذا الفترة غادي رجعي اصير من الصفر مليمشي نعدو الدار قلت لي نمو رامشا لشي دار اخرى رامجاش العدي انا عرفنا بللي رامشا قلس بوحده في واحد الطار كانت تأيديا لهم قلت لي حسن يالله مشي وعدتو قال لي يالله بللي مشي نعدو القناة ياسير صاحبنا للي كنا كان عرفوه ما بقاش كان بدل بزار انا غادي سولو حسن غايقول له همالك ياسير شتك جاي بواحد الكاريز ما وواحد شخصية فشكال شف فيه ياسير واحد شوفه عميقة ويقول له مالك ما عجبك شحالي ولا شنو قال له حسن لا مشي ذاك شي غير كتبه اللي ينبتل انا عقلت عليه ياسير كان يضحاك وناشط وكان ديما فيه قوة الهضرة مشي بحال دي ياسير اللي كان شوفه دابا كيبان جيدي بزار الاغاه ياسير وقال له انا متبتلت موالو انا غير مامسالي شاي واحد المشروع مبرزني وكان فكر فيه مشي بحالكم انتم اللي مسالين غير للتفاهة التفاهة واخذلكم النص ديال وقتكم والنص ثاني واخذلكم الجهل حسب لكم انتم ما عارفين شي حاجة على تجارب ديال الجن لكم ما عارفين والو الشي اللي عرفتو انا في هاد السفرية اللي سافرت عمركم تقدروا توصلولي انا غالا غي قتلو علاقس كتعرف بعدها باياسير احنا را ماشي تافهين ولا شي حاجة تال دراسة ديالنا را مركزين فيها يالا فيدنا ذا دا العالي قولينا شنو عرفتي وفين وصلتي انا غالا غيني وقال لي كنت عارف الاحلام ديالكم علاقس علاقس كومنيت انا را ولت الاحلام ديالي كبيرة بزاف انا را وصلت لشي مواصل عمرك تقدر توصلهم وصلت المواصل اللي ما تتعرفو عليها والو قدر لنقول ليك يوسف باللي بفضلك انا دخلت لهذا العالم ولكن الشي اللي وصلت ليه ما زال غا مبهركم به تكتش ايش ما غا نقول لكم والو دابا حتى تشوفو حيتي انا كان امن بالفعل ماشي بالقول صراحة الخوت ما نكدبش عليكم اصباطني الطريقة باش كان كيدوي كان كيدوي بحالي لا تقول وصل للقامر الشي اللي غاي خليني نشوف فحسان ونقولو يالله مشوف حالاتنا يالله لوقيت فاش نزلنا كانت جويه المغرب هكا ركبنا الطرنسبور وغادي للسكتور الطرنسبور اللي غادي بينا البلاصة فين ساكنين كان ضروري يدوز من واحد البلاصة فيها غي الخلا من اللي وصلنا لديك البلاصة بل من سترجمو واحد اخونا لابس واحد جلبيه في شكاله ووقف غيب واحده الصراحة ما عارتش علاش شفت فيه وبقاعدك عن شوف فيه حتى داز ترونسبور فاتو وحققت فيه مزيان وشفت ليه في وجهه ولكن الغريبة هي اننا من اللي غادي حطنا الطرنسبور في التيرمينيس قدر يلقاو نفس الراجل من اللي نزلنا ضربت عليه وضرب عليا هنا تخلعت شوية ولكن قلتي قدر يكون سبق ناركب في شترونسبور اخر ولكن خونا من اللي يضرب عليا بدك يتبسم لي بحالي لك يعرفني ماشي غير هاد الشي لغاني وقال لي مالك قد تعجب ياك اه راه واذا انا واذاك خونا اللي شفتيني في طريق الغابة هانا غانق خوت خلعت حيتاش قلت وايلي كيفاش هاد خونا ضرب عليا وعقل عليا وانا كنت وسط ترونسبورو وكان برا هانا غانقول لحسان شبتي هاد خونا هادا حسان قلت هالي غيبيني وبينو قللي حسان شكونا هو هادا كلي لبس جلابية قلت له اه قال لي مالو قلت له هادا راه خلينا في طريق الغابة من اللي كنا جايين قللي وعادي راه يقدر يكون شد شي طاكسي ولا شي خطاف ولا كمعاش يمول الموطور قلت له ولكن سمعتي هاش قللي قللي هاش قللك قللي راه انا اولي شفتيني لهي قللي راه عادي يقدر ضرب عليك وانسان ساد الشي يا صاحبي انا راه باقي كان فكر غيف ياسير اشتي يا صاحبي كي ولا متكبرو تبتلع لينو قلت له ويا يا صاحبي راه عصبني لدرجة انني كنت غنود نخلي ضاربو قللي ويا والله العظيم اللي حتى نعصبني ياسير اصحبي قا ما كان بحالك كان ضريف وكان بشكال ودبا كي بللي ياسير اخر قلت له اشتي ما تدير نسى علينا دباد الباكور انا راه عادي واحد ليفل مون فلا فاكدر رباط عمشي وتما غادي انقلس واحد السيمانة قلت تمشي معايا قللي والله تعمشي معاك جبتي هانيت فوقتا بسينا الباكتاش ديانا الخوتو سافرنا قللي وصلنا غادي انقلسوا قد واحد خالتي كينا في حي الرياض لا باس اليوم قد الحي هذا كان من ارقى الاحياء اللي كينين في المغرب خالتي اعطتنا الدار لتحت انا وصاحبي قلت لنا خوضوا راحتكم فيها فعلا ريحنا وخذينا راحتنا هاد النار لقيت حسن كي ادر معاشي حد فوات صاب وكان مع السب قللي ساله لابا يل قلت له ما من كنتيك ادر قللي اسمعي يوسف عارت لك واحد الخبار قادي تبوس لي راصي عليها قلت له حسن فوت لي انا غير ذاك شي ديال تحضر الارواح وذاك تتخربك تكشيرها مرني في حياتي من اخر تجربة درناها انا وياك قللي اللي اللي ماشي ذاك شي الخبار اصيدي هي انه سياسر ولا روحان يا الله صدق او لا تصدق قللي ويلي علا ولا روحان قللي والله القاسة مادش اللي قللي واحد در صاحبي قللي وكيفاش ولا روحان قللي راه ودرت واحد البلاصة وكي يستقبل فيها الناس قللي عدو السحر هاللي بيدير السحر وراك عارف سبحان مبتي الاحوال ياسير اللي كان يخافه من حوائجه بقي كان عقل على اول مرة بسيز باش اديته معانه سبحان اللي بيت افشان ويصبح افشان وذاك شي اللي غنقول لحاسان قللي صافي انساع لك ياسير اللي جا من جهته الله يسهل اليه اجتي ما تدير يلا بمشيولوا واحد لوالي صالح راه كين هنا يقريب لعلوا عساد الشي اللي فينا يتحيد انا راه باقي كان حس بذاك الصر قللي حاسان ارادتان اغا قللي الله صافي قلت له مالك قللي انا راه دي ما كيبالي واحد لو قدتك هل درجات انني وليفتو ذا با زيد عليها الحلام وما كدوز شي اللي صاحبي لما حلمتش بنادي من تابعني ولكلاب عضيني الفاعلة قارب باين هاد شي بلي سبابو يدك اللي للمشؤومة اشي اللي لاد المقبارة اللي لفاش بدينا كان نقرعوا في ذاك الكتاب صراحة منلي سمعت كلام حاسان تصدمت حيد اشتانة كيوقع علي نفس شي وكنت مخبية عليه باش ما نخلعوش وحتى او كان مخبية عليها غير باش ما يخلعنيش ولكن دابا عطارف لي وعطارفت له كنا 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 ندرو ويطفع علينا الطب وايلي حي الرياضو تقطع في الطب بدينا كنشوفو في بعضياتنا كنا كنت دامسو في الطلمة باش نحسو في بعضياتنا في كايني وانا غات وقع واحد الحاجة اللي غات نشوف الدم فاروقنا انا واقف وانا نحس بواحد القطة دازت لي من تحت الرجلية ما حسيت حتى رقيت حاسان بذا كيف يقني وكيقول لي انا ضي يوزف نضي لي فقط قال لي اه خلعتيني اليك صاحبي انا غانقول له اشنو وقع وفنا يا القطة دازت لي من تحت الرجلية انا غايزيد معلمة بي وغايقول لي ورا مشات 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 من بعد مما هدرت معايا اشنو كيفاش هدرت معاك قال لي اه غير تحتي وسخفتي هدرت معايا القطة وقال لي اعقابكم مكتوبة ولاد الكلاب سمعنا اخويا يوزف هاد الشي اللي سمعت من القطة خسك تشوف كيفاش نطقات نطقات بواحد الصوت بحال ديال الرعدة خسنا يوزف مشي وعد شي فقية ولا شي حاجة ضروري قتلو وقعتلي كنيت ولاد الكلاب قال لي واشحنا دباف هاد الشي يا يوزف وارى هاد الشي اللي قتلي يا صح خرجنا الخود ديك ساو ومشينا كنسولو منعتولين واحد الفقية كين في الخرجة ديال الرباط قالوا لنا بلي رادك الفقية مزيان راه فقية سوسي راه كيجمد لما في البحر مشينا الخود قصدناه والمقصود الله مشينا عدو من الخمسة ديال الصباح ولقينا عدو الآلاف ديال الناس فقية هاد كان ما كيتشرط شاي كان اللي عدو كيعطيه اللي ما عدوش كيدو وزلو غاهك الشي اللي غايخ اللي بنادم كيجي عدو منقاع انحق المغرب بدينا كان ساينو ومازال موصلات نوتنا كان ساينو وكانشوفو الحالات اللي كيدخلو عداد هنا هاللي مسكونا هاللي كيشوف مراف بيت الناس هاللي كتشوف راجل في الطوالات هاللي كيخرج عدو ديناصور صراح هاد شي كيمرضو كيضر في الخاطر والله القاسان ملي كتجيل بحالات بلايسادو كتقول انا قع ما مريد كيبالك راسك ما مريد ما تتالعبه عرفتو معايش وصلتنا النوبة الخوت مع الحضة الشونس ديال الليل ملي الخمسة ديال الصباح حتى الحضة الشونس ساعد وصلتنا النوبة واخيرا دخلنا عداد السيد قل لنا مالكم وبدينا كان عودولي ملي وصلنا باللي دخلنا للمقبارة ونعسنا في واحد القبر وجهاد السيد هذا بدا كيتبتل القريماص ديالو في اللول كانوا عادين ولكن دابا كانشوف القريماص ديالو اللي ولاو غاضبين هنه غي قطعنا وغي قولنا محترمتوش لموتا را الموتا عدهم الحرومات المقبارة را واحد المكان اللي مقدس وهي را ماشي ديال الناس النعسة الوحيدة اللي كتنعس في المقبارة هي من اللي غادي يديو كميت عالم الاموات عدو احكام وعقاب دك الشي لاش انتو هاد صاحبك هاد تعاقبتو هاد الشي راه بين فيكم جلدكم فيه امراض جلدية خاطئره والحر اللي كتحسوا به راه بسباب دك الشي اما القتل اللي جالكم هادك راه بينش يحد من المسلمين انتو ما تتفلطولو على العالم ديالو وبرزدو عشيرتو ولكن ما تخافوش يخسنا ننصل الحوات الغالط قلو كيفاش غاد ينصل الحوات الغالط قللي غا خسكم التوبوت استغفروا الله يتاش العقاب ديال الله الحرمات ديال الموتى ديالو را كيكون شديد ورا خسكم تحمدو الله حيتاش بانوا فيكم غير هاد العلامات خسكم تتوبوا اولداتي توبا ناصوح وما تخافوش انا غانعونكم وغانحصنكم خسكم تلتزموا بكتاب الله وبرقية الشرعية ونسوا الطريق ديال الفضول والتطفول على العالم الاخر واش كتفهموها عباد الله بلي راه داك العالم ماشي ديالنا علاش همو ميزحموناش فعالها منه علاش يعني احنا البشر اللي فينا عض الفضول علاش الحمدو الله اخوتي جيناتات السيد اللي فعلا كيستاهل الشهرة وشنع اللي يعدو قمعنا مسكيني طب بغي طب حتى فعلنا الله وما بقيناش كنظرو بساحت هاد الويل انا يوسف خديت الاجازة ديالي وده براني خدام حمدو الله في واحد الشاركة هات الشاركة اللي غانخدمو فيها انا وصاحبي حاسم بزوجنا اخدمنا في بوست واحد وانا كدب شاركو مالخوط تعدبنا بزاف فترة العيلاج دووزنا اكفس ايام حياتنا هيدا ش كانوا الكوابيس والاحلام المرعبة ديما ملاحقيننا برد مرات كدخل غيد دووش كتلقاه كتلقى شي حد لايحليك الشعر تم ما فدوش لك تباليك شي حاجة في المرأة ولكن بفضلات نفقيه هادا قدرنا نتجاوزو هادش بكش الاشجيت نحكيلكم قصتي اخوتي وياك تم ما وياك مال الفضول عمرك تبعدوك اللي تشالنج اللي كيديرو في يوتيوب وهاد الزع ديال الانترنت راهوما اللي خرجو علينا دكش ديال تحضير الارواح وذك الزع تفوتو شو غي سميتو تحضير الارواح باش بغيتي يا اخويا تحضر واش دارليك باش تبغي انت اللي يضيرونجيك تكون غاز ما عليك ما بيك ويبقي عيط لك وينغزك باش تحضر رابحالي لك تكون مثلا غاز باغيت ناس تيقول لك شي حد هاجي داب احضر عدي علاش هكا كان ناشطو بغيتك تجيدي رابحال هكا ترانا الخود ديال هاد القصة كانت هاد ياتيرمينيس ديالو تمنى القصة انكم تاخدوا منها عبرة خصوصا للشباب خصوصا للدرير اللي كلمان 18 سنة هادوك اللي يتابعين هاد الالتشالنز ديال الويجاو تحضر الارواح واتخاربايق هادوك ماشي تخاربايق هاد شي كام بالصح ولكن علاش علاش اصحبيش هما اعطاك الله ملقي ثمي الداراجين نحضر الارواح والله يدينا فضوصا خوتي العزاز سيبورتو مالسيبورتو نشكركم بزاف علاد تفعل لي ولادكو معو التاني مع الفيديوهات هاد اليامات وما تنسوش تدخلو الشين التانية ديالي اللي يان اسميتها الغريب نوطة او لا نوطات الغريب غيرتوصل الالف واحد غادي نبدأ نحط لكم فيها نوطات اللي كيف قلت لكم إلا ما نفعوك ما يضرك هدا ما كان العشران تهلا ترجمة نانسي قنقر